الأنظار تتجه إلى البحرين التي ستعقد على أراضيها ورشة العمل الاقتصادية تحت مسمى السلام من أجل الازدهار الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية صحيفة بوليتيكان الدنماركية أكدت أن مؤتمر البحرين سيعقد لأجل بيع قضية فلسطين لصالح تعاون سعودي إسرائيلية الصحيفة وفي مقال لرئيس تحريرها هاربت بونديك اعتبرت أن التفسير الرسمي لما يحضر في البحرين أنه مؤتمر للسلم والرخاء ولجمع الاستثمارات وحجد الدعم المالي والسياسي لجعل الحل السياسي للقضية الفلسطينية أمرا ممكنا ولكن الحقيقة هي أنه يهدف لفرض رضوخ فلسطيني عبر التسلط لتحديد سعر بيع حلمهم بدولة مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمة لها الكاتب أشار إلى أنه بحسب تقارير قادمة من واشنطن فإن الحديث يدور عن مبلغ 68 مليار دولار سيجري صرفها كاستثمارات في مصر والأردن ولبنان دون أن يعرف مصدر تلك الأموال بيد أن لا أحد يشك بأن السعودية ستكون الدافع الأكبر وتأتي أهمية ما كتبه بونديك ذي الأصل اليهودي باعتباره مطلعا على ما يدور في دوائر صناعة القرار في تل أبيب والغرب بونديك لفت إلى أن الدفع السعودي للمال ليس بسبب القلق أو الحرص على رفاه الدول العربية ولكن بسبب خوفها من النفوذ الإيراني موضحا أنه على الرغم من أن الحديث لا يجري عن تعاون رسمي بين السعودية والكيان الإسرائيلي لكن المدخل يجعل ذلك رسميا هو من خلال حل القضية الفلسطينية هذا ويترقب الفلسطينيون نتائج وقرارات القمة بقلق مع إصرار دول عربية على المشاركة رغم النداءات بمقاطعتها في حين يتردد أن ورشة المنامة ستقوم على إجبار الفلسطينيين بمساعدة دول عربية على تقديم تنازلات لمصلحة تل أبيب خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين